اشتركوا في فيديو جديد معاكم مرايا مصطفى اوقات كتير بنبقى عاوزين نعمل حلو سهل وبسيط ومكوناته تكون عندنا النهاردة الحلو بتاعنا مكوناته بتكون في اي تلاجة هنطلحها ونشتغل على طول هنعمل العزازية الدمياطي بطريقة سهلة ونجحة معاك من اول مرة تعالوا كده بينا نسمي باسم الله ونشوف هنعمل العزازية بتاعتنا الجميلة ازاي اول حاجة هيكون معايا 3 كبيات من المياه ودي اهم شيء المياه بتاعتنا زي ما بقولكو 3 كبيات هناخدها على النار ويكون معايا كمان كبايا من المكارونة اي نوع مكارونة يكون موجود عندك اول ما اتغل معايا المياه هنضيف فيها المكارونة بتاعتنا طبعا هنسلق المكارونة بتاعتنا لدرجة ان هي تتهيري كويس او حتى تعجل معاك تمام؟ هنا استوت وشربت المياه كلها زي ما انتوا شايفين بالشكل دو مفيش فيها مياه تعالوا بقى نحضر الخطوة التانية هيكون معايا كيلو ورب انا معايا مفروض كيلو ونص من الحليب حطيت كيلو وربع وشلت منه ربع كيلو هيكون معايا كمان كوبايا من السكر ومعايا معلاتين اتنين كريمة كريم شانتين بودر لو مش موجودة عندك مفيش اي مشكلة هنقلبهم كويس قوي ونرفعهم على النار وعلى ما تغلي معايا هنحضر المكارونة بتاعتنا ده الربع كيلو الحليب اللي انا شلته من الكيلو ونص هضيفه في الخلاط وهضيف عليه المكارونة علشان يسهل ليه ضرب المكارونة بتاعتي هضربها كويس قوي ونضيفها على الحليب بتاعنا بالشكل ده طبعا هتنعم معاك جدا مش هيكون فيها اي تكتلات خالص ولا المكارونة تكون ظهرة فيها بعد كده نقلبها كويس قوي في الحليب بتاعنا لحد ما تبدأ تغلي معانا بالشكل ده كده هنضيف عليها معلقة من الزبدة والزبدة هنا بتخليها غنية وطعمها في منطه الرواع حلو قوي طبعا استمنق اللي الزبدة بتاعتنا لحد ما تسيح نجهز النشا بتاعتنا هيكون معايا كوباية من النشا وهضيف عليها نصف كوباية من الميا هقلبها كويس قوي بعد كده ننزل بيها على الخليط بتاعنا هننزل بيها برحة خالص سرسوب سرسوب يعني ما نضفاش كلها مرة واحدة علشان ما تكتلش معانا في الخليط بتاعنا وتبقى ميكالكاعة او كطع كده نضيف ونقلب ايد تنزل للنشا و ايد تقلب لحد ما هتتقل معانا كويس قوي هيكون معايا الصينية بتاعتي هد هنا كده معلقة من السمنة ما نرشش فيها و لم نحط فيها دقيقة خالصية السمنة بس بعد كده هننزل بالخليط بتاعنا اللي احنا عملناه هتسي قوي الوش بتاعه كويس قوي وخطوة انا غلط فيها وقعت فيها ان انا ما غطيتش الصينية لحد ما بردت معايا شوية فلازم تغطيها علشان ما تشققش منك زي ما عملت معايا هنا معلقتين اتنين من السمنة السيحة وكون دافية شوية عليهم معلقتين اتنين كبار من العسل وده اللي هيخلي الوش واللون بتاع العزيزية بتاعتنا في منتهى الروعة بيدي لون حلو قوي هقلبهم كويس قوي بعد كده هضيفهم على وش العزيزية بتاعتنا زي ما انتو شايفين ونفردها كويس قوي على الوش كل لو لاحست هنا الوش شقق معايا لان ما غطيتهاش بكيس تمام فلازم تغطيها كويس هندخلها الفرن على درجة حرارة مية وتمانين لحد ما الوش بتاعها يحمره تاخد لون بسيط من تحت بعد كده بنطلعها بالشكل الجميل والرائع اللي انتو شايفينه ده اللون بجد تحفة هنقطعها مع بعض ونشوف كده عايز اقول لكم رجيحة بتاعتها كمان بجد رهيبة شايفين الجمال ما شاء الله الله اكبر بجد تحفة واخد كده من تحت لون بسيط اوي حلو اوي دهبي ومن وش زي من انتو شايفينه ببيضة جميلة اوي شايفينه اللون بجد تحفة والطعم منطهر روعة بجد رهيبة مش هتفرقيها عن بره خالص لو انت اول مرة تدخل قناة انزل عملي السبس كرا وفعل الجراز وصالك كل جديد ان شاء الله واشوفكم في وصفة جديدة شكرا